ليس جزء من مشهد تمثيلي يتصدر بطولته هؤلاء الاطفال انه واحد من اخطر انعكاسات الحرب التي تعيشها الحديدة مثل غيرها من مدن اليمن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي في تعميق الشرخ الاجتماعي والذي لم يسلم من تداعياته حتى الاطفال فريقان يقتتلان وبينهما رصاص افتراضي وميدان حرب مشتعل من شوارع وازقة وهتافات ومتارس باتت لعب الاطفال ترسم واحدة من مآسي البلاد التي يحمل الاطفال اسلحتهم فيها ويهاجمون رفاقهم في الاحياء الاخرى كونهم جزءا من حال البلاد التي مزقتها حرب الحوثيين وحليفهم المخلوع وحضور السلاح بشكل طاق نستقبل وخصوصا ايام الاعياد كثير من الاصابات جراء اللعب بمسدسات الاطفال والالعاب النارية واكثر الاصابات خطرة قد تصيب العين وقد يبتلعها الاطفال لا قدر الله دون تقدير لخطورتها مما يستدعي تدخل جراحي طارئ خلال ايام العيد استقبلت المشافي بالمدينة عددا من حالات الاصابة بين الاطفال في سبب هذه الالعاب ادت بعضها لفقدان البصر واصابات مختلفة اخرى ويعول العاملون في القطاع الصحي على ان تتخذ الجهات المختصة قرارات صارمة بشأن استيراد مثل هذه الالعاب لما تمثله من خطورة على سلامة الاطفال والمجتمع